بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وبركاته أعزائي المشاهدين فيديو اليوم عن فوائد الزبيب الطبية والأمراض التي يعالجها طبعا الكلية في الزبيب هو من العنب المجفف ومنه الأسود والأصفر ومنه المحتوى على البذور والآخر بدون بذور طبعا ويتميز الزبيب بخواص العنب الطازش ويحتوي الزبيب على الفوتاسيوم والفصفور والكارسيوم وغني بهذه الفيتامينات والمغنيزيوم والنحاس والحديد والألياف والمواد الكربوهيدراتية والفيتامين بي وجيم والسكريات وهو غني بالمواد المضادة للأكسادة وله دور كبير في علاج الأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي طبعا فوائد الزبيب الطبية مخافض ضعط الدم المرتفع مخافض لمستوى الكثيرول في الدم واقي من الأمراض السرطان القلب وملطف للسعال يشرب مغلي الزبيب في الماء طالد للبلغم راح أتركوكم في صندوق الوصف هذه الفوائد الطبية للزبيب طبعا الأمراض الذي يعالجها الزبيب مثل الإمساك والبواسير وتسوث الأسنان والكهاب اللثة الروماتيزم والالكهاب المفاصل وأمراض الكبد والمرارة وسوء التغذية ونقص الوزن التهاب الحلق وأمراض الرئى والصدر أمراض الكلا والمثانة والحصى ثم تقطير البول والمولاريا وداء النقرص والشقيقة واليلقان وفقر الدم وأمراض الماعدة والحموضة ونثلات المعوية والحكة والجذري وقراء الرأس راح أترك لكم في صندوق الوصف هذه الفوائد الطبية للزبيب والأمراض التي يعالجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل وترك تعليق أسر الفيديو والإعجاب بالفيديو